قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزب بوريل إن الدول الأعضاء في التكتل تأخرت كثيرا في التنديد بهجمات إسرائيل على جنود قوة الأمم المتحدة المعقتة في لبنان وجدد بوريل خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في لكسنبورج المطالبة الفورية بوقف اطلاق النار في المنطقة لتجنب توسع الحرب اتفق الأعضاء السبعة والعشرون على إدانة ومطالبة إسرائيل بوقف مهاجمة قوات يونيفيل في لبنان العديد من الأعضاء الأوروبيين يشاركون في هذه المهمة التي يعد عملها مهما للغاية ومن غير المقبول تماما مهاجمة قوات الأمم المتحدة ونجدد مطالبنا بوقف اطلاق النار فورا في لبنان والمنطقة بأكملها من أجل تجنب حرب ستكون عواقبها وخيمة علينا جدا